بسم الله الرحمن الرحيم من شروط صحة الصلاة ستر العورة أو موارات السوء والستر بمعنى التغطية والعورة هي ما يسوء الإنسان إخراجه وما يسوء الإنسان النظر إليه لأنها من العوري وهو العيب وكل شيء يسوءك النظر إليه فإن النظر إليه يعتبر من العيب والدليل على أن من شرط صحة الصلاة ستر العورة قوله صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فالتزر به وهذا في الثوب فيستر به عورته أيضا الإجماع على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته تكون باطلة وهذا باتفاق أهل العلم يشترط في الثوب الساتر للعورة أربعة شروط الشرط الأول أن لا يصف البشرة فإن وصفها لم يجزي لأن السترة لا يحصل بدون التغطية وعلى هذا لو لبس ثوب من البلاستيك يمنع صول الماء والهواء فإنها لا تصح الصلاة به لأن ذلك لا يستر بل يصف البشرة من البلاستيك الشفاف مع أن هذا البلاستيك يمنع عصول الماء ويمنع الهواء ومع ذلك الصلاة لا تصح لأنه وصف البشرة الشرط الثاني أن يكون الثوب الملبوس أن يكون طاهرا لقوله عز وجل وثيابك فطهر وهذه الآية ظاهرة في أن المراد ثياب التي تلبس وروي أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام فأجلسه في حجره فبال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فدع بماء فأتبعه إياه وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الثوب طاهرا ولهذا بادر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره أيضا يمكن أن يستدل أيضا بما جاء من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان فقال إن أحدهما كان لا يستبرئ من البول ولا يستبرئ من البول بمعنى أنه يترك تنظيف المخرج وبالتالي يصل هذا البول إلى ثيابه فينجسها سرط الثالث في الثوب الساتر للعورة أن يكون مباحا أي ليس بمحرم والمحرم يقولون الفقهاء ثلاث أقسام محرم لعينه ومحرم لوصفه ومحرم لكسبه فأما المحرم لعينه فكالحرير فهو محرم لبس الحرير على الرجال وأما المحرم لوصفه فهو ثوب الذي فيه إسبال هذا موصوف بأنه ثوب فيه إسبال وبالتالي محرم لوصفه وأما لكسبه فكون هذا الثوب موصوبا أو مسروقا أو من مال محرم والشرطان الأولان واضحان وأدلتهما ظاهرة اللي هو الشرط أن لا يصف البشرة وأن يكون ظاهرا وأما الشرط الثالث وهو أن يكون مباحا فمحل الخلاف بين العلماء فمن أهل العلم يقول أن الستر يحصل بالثوب المحرم لأن جهة النهي والأمر مختلفة فالنهي عن الغصب مختلف بالأمر مختلف عن جهة الأمر بستر العورة وعلى هذا الخلاف إذا صل بثوب محرم فصلاته صحيحة لكنه يأثم لأنه متلبس بثوب محرم سواء كنا محرم لعينه أو لوصفه أو لكسبه الشرط الرابع يشترط في الثوب الساتر للعورة أن لا يضر لابسه بمعنى أنه لا يؤذي هذا اللابس فلو كان هذا اللابس يضره هذا اللبس حينئذ نقول أنه لا بد أن يكون هناك ثوب يلبسه لا يضره فلو كان الثوب فيه مثلا مسامير أو الثوب يؤدي إلى أن يحق جلده حتى يدميه فهذا يشق عليه في لبسه وبالتالي نقول لا ضرر ولا ضرار مسألة العورة في الصلاة العورة في الصلاة على المشهور من المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام العورة المغلضة والعورة المخففة والعورة المتوسطة فالعورة المخففة هي عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات يعني المميز وهي الفرجان فقط أي إذا ستر قبله ودبره فقد أجزأه الستر ولو كانت أفخاذه بادية هذه عورة مخففة وهي خاصة بالذكر فقط من سبع إلى عشر سنوات بهذا السن والبغلضة هي عورة المرأة الحرة البالقة فكلها عورة إلا وجهها فإنه ليس عورة في الصلاة وإن كان عورة في النظر لا يجوز أن تكشف وجهها إلا في الصلاة وفي غير الصلاة إذا كان ينظر إليها فإنها يكون عورة إذا نظر إليها وكانت في محظر من الرجال ولذلك يلزمها أن تغطي وجهها والقسم الثالث العورة المتوسطة وهو ما سوى العورتين المخففة والمغلضة وحد هذه العورة المتوسطة ما بين السرة والركبة فيدخل فيها الذكر من عشر سنوات إلى من عشر سنوات فصاعدا ويدخل فيها الحرة الصغيرة التي لم تبلغ والأمة ولو كانت بالغة الأمة التي هي المملوكة الرقيقة ولو كانت بالغة فتدخل في هذه العورة المتوسطة والعورة المتوسطة ذكر الفقهاء رحمهم الله وعز وجل أنها أصناف فمن هذه الأصناف الذكر من عشر سنوات فما فوق فعورته من السرة إلى الركبة سواء كان حرا أم عبدا ثانيا قالوا الأمة الأمة سواء كانت صغيرة أم بالغة وهي المملوكة فعورتها كذلك من السرة إلى الركبة فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة قالوا صلاتها صحيحة لأنها سترت ما يجب عليها ستره في الصلاة وأما في باب النظر فقد ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن عورة الأمة أيضا ما بين السرة والركبة ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عارض في هذه المسألة كما عارض ابن حزم كذلك فيها وقالوا أن الأمة كالحرة لأن الطبيعة واحدة والخلقة واحدة والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها ومهيتها ولا دليل على التفريق بينها وبين الحرة فهي كالحرة وكذلك قد يكون فيها من الجمال ما لا يكون في الحرة ومن الفتنة ما لا يكون في الحرة الثالث من أصناف العورة المتوسطة أم الولد وهي الأمة التي أتت من سيدها بولد وهي بالتالي بعد موته تصبح حرة تلقائيا والرابع من هذه الأصناف التي ذكرها الفقهاء في العورة المتوسطة هي معتقم بعضها أي بعضها حر وبعضها رقيق مثال أمة بين رجلين مملوكة لهما لرجلين فإذا اعتقى أحدهما نصيبة عتقى الباقي وأخذ من السيد المعتق قيمته قيمة لمالك النصف الآخر فهذا هو المشهور من المذهب هذه فيما يتعلق بالعورة مسألة الصلاة في ثوبين هذه سنتحدث عنها في الدرس القادم بإذن الله ترجمة نانسي قنقر